نحن بنعول على الاندخابات الرئاسية الأمريكية أحد الأشياء شوف السند الحقيقي يا أستاذة رانيا استمرار المقامة الفلسطينية يعني نقول الجدار اللي بيستند إليه أي تحرك سياسي أو دبلوماسي مصري، عربي، عالمي أمم متحدة، دول أسلوبة الفلسطينية الجدار هو استمرار المقامة الفلسطينية هل مع وجود فترة رئاسية جديدة لرئيس عبد الفتاح السيسي هل من المفترض أن يكون هناك تغييرات وزارية؟ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس الفتاح السيسي تبدأ يومتين إبريل إنما فتراته الرئاسية لم تبدأ بعد إنه هو مفروض بيذهب ويلقي اليمين ويتعملوا بحفلة تنصيب رئيس الجمهورية بلخ الكطاب حول ماذا؟ الكلام ده كله في إبريل 24 إذا ما يجبش إن إحنا نعد الرأي العام أو نعطي للرأي العام الانطباع إن فيه حاجة بكرة أو بعد إلا إذا الرئيس رأى حاجة تانية ده حقه هو كرئيس دولة إنما وربما الفايدة من مثل هذه النقاشات إنه بس أنا بسأل القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول إن مع فترة رئاسية جديدة الحاجة الوحيدة إن المحافظون يتقدمون باستقالاتهم ممارساتنا كدولة اختلفت يعني كان ساعات مثلا حضرتك مع انتخابات بجل البرلمان الوزارة تستطيع ما حصلتش الرئيس ما عملش كده إنما الأرجح مع انتخابات رئيس جمهورية خاصة إنه من محياة النظرية الانتخابات قد تأتي برئيس غير الرئيس الموجود لحى النظرية إذن الطبيعي إنه عندما تنتهي ولاية رئيس وتبدأ ولاية رئيس آخر نفس الشخص أو واحد تاني إنه أنا عايز أقول بس في حاجاتي يا راني بطولة بقى فيش كده في مصر وده غلط لما أنا أقول يعني احتمال تغيير الأشخاص لا يعني أبدا الناس دي ناس فاشلة ولا يعني أبدا إنهم أخفاقوا أو قصروا يعني إنهم يعني بعد فكرة تجديد دماء اللحبة السياسية عناصر تأتي بأفكار جديدة بأدوات جديدة ترجمة نانسي قنقر